السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل فيديوهاتي ببدأ السلام عليكم ورحمة الله ومحدش بيرد علي انت تعرف انت لو ردتي علي وقلتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تغذي 30 حسنة يلا خذي 30 حسنة وصلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتعالوا نشوف افكارنا النهاردة بتتكلم عن ايه اول فكرة معايا الشماعة دي طبعا كلنا عارفين ان الشماعة دي بتبقى موجودة عندنا او بنشتريها علشان قاطر نعلق عليها الهدوم لا ابقى النهاردة هقولك استخدام تاني لها خالص بجد هينفعك جدا جدا في بيتك ويحللك مشكلة كلنا بلا استثناء بنعاني منها هنجيب طبعا العلقتين بتاعنا الجمال دول اللي بيبقوا موجودين معانا في كل فيديو وهنحطهم كده بالشكل انتوا شايفينه ده على الحيطة هنحط علاقة نحيا دي وعلاقة نحيا التانية العلقات اللي هي بيكون بلزقة دي حلوة جدا جدا وعملية وموجودة متوفرة في اي مكان بيبيع ادوات منزلية هنبتدي ان احنا نحط واحدة نحيا دي واحدة نحيا دي وهنعلق عليهم الشمعة اللي معانا طبعا المكان اللي انا بعلق عليه ده المكان ده جنب المطبخ والحمام عندي في مكان واحد في الشقة فالمكان ده جنب المطبخ والحمام في ركن كده وتكون طبعا قريبة جدا من الارض هقولك طبعا اللي دلوقتي قريبة من الارض وهوريك الفكرة بتاعتي بجد حلوة جدا وهتقومي حالا تطبقيها بدأت ان انا اعلق الشماعة بتاعتي بالشكل ده كده على العلاقات وطبعا الشماعة بتاعتي فيها ناحيتين ناحية فوق وناحية تحت عشان خاطر يتعلق عليها الهدوم تعالي يقولك بقى ازاي نستغلها وازاي كمان ممكن ان انت تجي بي كزا شماعة وتحطيهم فوق بعض لو الفكرة بتاعتي ما عاجبتكيش قوي طبعا زي ما انتم شايفين ده المنظر الشباشة في الصالة طبعا بيكون شكلها ده جنب الحمام او المطبخ بنبقى حطينها بيبقى ده شكلها المعتاد اللي احنا على طول بنشوفه تعالي بقى هاتي الشباشة بدي كلها ونظميها فوق العلاقة اللي انا حطوها دي بجد الفكرة دي حلوة جدا وريحتني كتير وحلتلي المشكلة دي بكل سهولة هنجيب كل الشباشة اللي عندنا بالشكل ده الصغيرة هيكون فوق والكبيرة هيكون تحت طبعا انا حطيت الصغير الاول بس معرفتش حط الكبير تحت فشلت الشباشة بمن تاني وبدأت ان انا احط الكبير بس هو اللي تحت والصغير بعد ما حطيته ورصيتي الكبير روحت جاي رصة الصغير فوقه آآ زي ما انتو هتشوفو دلوقتي طبعا ممكن ان انت لو الواحدة بس مش مكافية ممكن تجيبي واحدة واثنين وتحطيهم فوق بعض وتحطيهم مسلا مكان ما بتحطي الشباشة بتاعها هيتجمع كلهم بالشكل البسيط ده وطبعا لو انت مسلا فيه شبش بنتي لابسها بتتوضي به ولا حاجة طبعا اي مية علي بتنزل بكل سهولة جرب الفكرة بجد تحفة جدا ممكن كمان تحطيها جوه الحمام وتعمل الفكرة دي جوه الحمام جربيها بجد فكرة حلوة قوي تعالوا بقى مع بعض على الفكرة اللي بعد كده لو انت عندك الفرشة بتاعة المكياج دي عريضة كده شوية والشعر بتاعها منكوش زي ما بيقولوا آآ زي ما انت شايفة كده وحب ان انت تحطي آآ احمر خدود يكون عند آآ آآ يعني في ناحية واحدة بس من خدودك او على طرف خدودك من تحت مش عاوزة وشك كله تحطي عليه او تفرضي عليه المكياج تعالي اقولك بقى فكرة بجد تحفة جدا هتحللك المشكلة دي بكل سهولة هتبتدي ان انت تجيبي بنسة وهتبدأ ان انت تلمي الشعر من فوق بالشكل ده وهتحطي البنسة فيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط كده تعالي بقى وريكي شكلها بقى اتعامل ازاي؟ لمت جدا الشعر بتاع الفرشة بتاعة المكياج معي بكل سهولة وبقى شكلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وفي الطريقة دي تقدر ان انت تحطي احمر الخدود من آآ من عند خدك من تحت بكل سهولة. ومن غير طبعا ما تفرديه على وشك كله او على خدك كله. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بيكون سهلة جدا جدا في توزيع المكياج على وشك زي ما انت شايفة كده. فكرة بسيطة جدا وسهلة وحلتلك المشكلة دي بكل سهولة. زي ما انت شايفة كده. جربي الفكرة دي بجد فكرة بسيطة جدا. آآ لكن النتيجة بتاعتها حلو قوي. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. صلوا الاول كده على النبي. عليها افضل والسلام. وتعالوا نشوف بقى افكارنا مع بعض ايه هي. هنجيب كده آآ استيخ عديد او اي حاجة عندك او عصاية بس عصاية بكون آآ آآ خفيفة كده على الايد. او اي حاجة عندك وتبدأ ان انت تعملي الفكرة دي. انا اللي كان متوفر عندي السيخ الحديد ده. اللي انتو شايفينه ده. ده كان متوفر عندي. بس اخدمه في كزا حاجة يعني عندي في في البيت. فبدأت ان انا عمله الفكرة دي. وهجيبي كده وراء الفويل. وهبتدي ان انا قدنيه كزا تانية بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وهبتدي ان انا ادخل السيخ فيه وقطعه علشان يطلع معي التقطيعات بتاعته متساوية. بدأت ان انا ادخل فيه السيخ او ممكن تحطي فيه مصدر اي حاجة وتقدق ان ان تقطعيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده. علشان يبقى كل التقطيعات متساوية معي. بالزبط كده. قطعته بقى كله بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هبتدي بقى ان انا اجيب اه الناحية التانية برضو وقطعه بنفس الطريقة. بقى شكله بالشكل ده كده معي. تعالي اقولك بقى هنعمل بقي ايه? هنجيب كده السيخ الحديد او العصايا اللي هكون متوفرة او موجودة عندك. وهبتدي ان انا احطه بالشكل ده كده. اعلقه عليه بالشكل ده كده. احنا دلوقتي بنعمل فكرة بجد حلوة جدا. هتريحك كتير جدا من مشكلة اه كبيرة. كلنا بنتعرض لها. هبتدي ان انا اعلقه كله بقى بالشكل ده. بتنيه كده تانية كمان عشان خاطر طبعا ان كلنا عارفين ان الورق الفويل بيبقى ضعيف شوية. فبدأت ان انا قتنيه تانية كمان كده عشان ما يتعطعش معي بسهولة. والتاني اخر حاجة برضو. بدأت ان انا قتنيها بالشكل ده واعلقه. كله علقته في السيخ بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تعالي بقى نشوف هنعمل بي ايه. بقى شكلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده معي. يلا بينا بقى ونشوف الفكرة بتاعتنا. احنا بنعمل كده ليه. تعالي كده طبعا زي ما انت شايفها انا في مكان آآ مكان زراعي يعني وزي ما انت شايفة طبعا البلكونات عندي على طول بالشكل ده. طبعا اسفة جدا جدا على المنظر. بس هوريكي. الشكل بيبقى عامل ازاي? طبعا بيكون موجود تراب وكمان بيكون موجود آآ العصافير. والحمام بيعملوا طبعا آآ الفضلات بتاعتهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده على الحطان. وكمان على البلكونا. زي ما انت شايفة المنظر. اسفة جدا جدا. آآ هنحل المشكلة دي بقى بالفكرة البسيطة جدا اللي احنا عملناها دي. هتبتدي بقى ان انت تعلقيها كده في التكيف من برا او في اي مكان عندك او مسلا في فتحة عندك مسلا في الحيطة او كده. وتبدأ ان انت تعلقيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. او ممكن تعلقيها في المنشر نفسه بتاع البلكونا في جنب كده وتلف عليها حبل ولا حاجة. الفكرة البسيطة دي بقى هترياحك من اي عصفورة او حمامة يقربوا ناحية البلكونا خالص لان طبعا الوراق الفويل ده هيعمل انعكاس كده في عانيهم. فهيخليهم يهربوا من عند البلكونا خالص مش هيقفوا عندك نهائيا. جرب الفكرة دي جد حلوة جدا وهتعجبك. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده طبعا دلوقتي احنا في الصيف. واغلى بيت اولادنا او احنا بيبقى عندنا الكبات دي بيبقى شكلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بتبص مننا وتبص تلاقي الكاب نفسه من فوق. اه اتفرد كده وما بقاش زي اول ما جبناه اول مرة. تعالي اقولك ازاي تحل المشكلة دي بكل بساطة. بطريقة او بفكرة سهلة جدا وبسيطة. هتجيبي ازايزة. وتبدأ ان انت تحطيها في الكاب بتاعك بالشكل ده. وتضغطي عليها. وتبدأ ان انت تجيبي اي توكة عندك. طبعا الكلام ده بتعمليه من بالليل للصبح او لو حاب ان انت تلبسيها بسرعة. ممكن تعمليه قابليها مسلا اه بربع ساعة ولا ولا حاجة. بس طبعا هتتفرد تاني بسهولة. اه انما لو حاب ان انت تخليها بقى فترة كبيرة جدا متنية. بتعمليها من بالليل للصبح وتسيبيها بالشكل ده كده. بتتني بقى معاكي وبتبقى حلوة جدا. وده شكلها بقى تاني يوم. هوريك طبعا شكلها بقى عامل ازاي? كأنك بالزبط لسه شريعها تتنت خالص معايا بالشكل ده. وخدت نفس الشكل اللي انت اشتريتي بيها. زي ما انتوا شايفين كده. جربي الفكرة دي فكرة بسيطة جدا. انما هتحللك المشكلة دي بكل سهولة. يلا صلي بقى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالي نكمل بقى افكارنا النهاردة مع بعض. هتجيبي كده النضارة وتبدأ اني انت تحطيها في الكاتل بالشكل ده. وهنحل المشكلة كلنا بنتعرض لها. بلا استثناء. اي حد عنده نضارة شمس او نظر بيقابلوا المشكلة دي. النضارة مع الوقت بتلاقي النضارة بتاعتك من 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 عند طبعا المكان اللي انت بتحطيه ورا ودنك او لو عندك اطفال مثلا نظرهم ضعيف شوية ربنا يحميهم. اه بتلاقي المكان ده اه اتفرد كده مع الوقت ما تعرفيش بيتفرد ليه. بيتفرد كده مع الوقت وما بيبقاش نفس الشكل اللي بياخده اه اللي انت بتشتري بين النضارة او اللي انت بيجيبي بين النضارة. فتعالي بقى ازاي نحل المشكلة دي بكل سهولة. علشان طبعا لما المكان ده بيتفرد النضارة بتقع من على وش طبعا الطفل او كده او لو انت كمان اه وبتلبسي النضارة ومسلا حابة ان انت تقري حاجة او بتوطي تجيبي حاجة او كده بتبص لها وقعت من على وشك. ازاي تحلي المشكلة دي بكل سهولة هتجيبي كده مياه مغلية من الكتل لازم تكون مياه مغلية وتبدأ ان انت تحطي النضارة الدراعات النضارة في المياه بالشكل ده بتستني عليها شوي صغيرين. انت من غير ما تعملي حاجة هي بتلاقيها كشت كده معاكي واتنت معاكي. اه لو حس ان انت هي ما اتنتش بالمقدار او بالشكل اللي انت حباه او بالحجم اللي انت عايزاه بتبدأ ان انت تضغطي عليها شوية كده صغيرين جدا بيديكي لان هو بيبقى جواها زي سيح حديد كده بيتني مع السخنية او الحرارة الجامدة. فبتبدأ ان انت تحطي الناحيتين اه في الكباية بالشكل ده. زي ما انت شايفت تانت جدا معايا. وبتضغطي عليها ضغطة بسيطة بالشكل ده بترجع معاكي كأنك لسه شرياها اه حالا. وطبعا ممكن في بديل برضو للمياه المغلية دي ممكن ان انت لو عندك استشوار ولا حاجة توجيه عليها المكان ده توجيه عليه الاستشوار لحد ما يسخن معاكي وتبدأ برضو ان انت تضغطي عليه وتتنيه بيدك بس بالراحة علشان خاطر النظارة ما تلكسرش معاكي. جرب الفكرة دي بجد حلوة جدا جدا وهتعجبك وهتريح ابنك او بنتك لو لا قدر الله نظرهم ضعيف. وعلى طول اللي بيلبسوا النظارة وعندهم المشكلة دي هتختفي معاكي بكل سهولة. جرب الفكرة بجد حلوة وهتعجبك. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفكرة اللي بعد كده ايه هي? طبعا التليفون كلنا بنحب نحطه كده مسلا على الترابيزة او على اي المكتب او على اي حاجة علشان خاطر نعرف كده نثبته ونشغله واحنا قاعدين مسلا بنزاكر بنعمل اي حاجة. فاسهل طريقة عشان تثبتي بها التليفون ويكون قدامك هتبدأ ان انت تحطيه في الجريب بالشكل ده وبجيبي اي كارت عندك موجود آآ في الدرجة اي كارت مش مهم يعني يكون كارت بلاستيك ممكن كارت ورق عادي خالص وتبدأ ان انت تحطيه تحت الكاميرا بالشكل ده وبكده التليفون تثبت معيك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده اجربي الفكرة دي بسيطة جدا جدا وسهلة وهتحللك المشكلة دي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده اجربيها بجد فكرة حلوة تعالوا مع بعض على الفكرة اللي بعد كده تعالي بقى كده هاتي سبونشا وكمان فردة شراب تكون قديمة عندك وتعالي هنعمل النهاردة فكرة حلوة جدا هتريحك كتير جدا في تنظفات البيت هتبدأ ان انت تدخلي نص الشراب لجوه بالشكل ده كده بالزبط كده وهتبدأ ان انت تحطي اللي سبونشا جواه بالشكل ده طبعا انا تنيته الاول بس المفروض ان انت تحطي اللي سبونشا الاول وبعدين تتني الشراب بالشكل ده كده وتدخلي ايدك مع التانية بتاعت الشراب بالزبط كده بقى جاهز معي كده ممكن تنظفي بيه اي مكان بكل سهولة ممكن تنظفي بيه آآ كراسي الانترية ممكن تنظفي بيه المراتب بتاعتك بتنظفي بيه كل حاجة بكل سهولة بدل طبعا ما اللي سبونشة تقع من ايدك فانت بتثبتيها بقى كويس جدا بالشراب بالشكل ده كده وبتقدر ان انت بقى تتحركي عادي خالص زي ما انتوا شايفين بتجد الفكرة دي هيلة جدا علشان تنظفي بيها اي حاجة وتكون مريحة جدا على ايدك زي ما انت شايفة جرب الفكرة دي لما بتيجي تنظفي المراتب آآ او اي حاجة وبجد هتعجبك تعالوا بقى مع بعض في البكرة اللي بعد كده طبعا الماسك ده ماسك القرورة او الازيازة اللي بكون كبيرة دي اوعي بقى تلميها وتعالي اقول لك استفادة بيها بجد تحفة جدا هتجيبي كده الشمع او اي دابل فاس عندك او اي حاجة عندك بتلزق وتبدأ ان انت تحطيه على آآ الماسك بتاع القرورة بالشكل ده هنحط كده شوية شامع صغيرين بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالزبط كده وتعالي بقى اقول لك هنعمل بيها ايه بقى الجاهزة كده معنا تحطي عليها شوية شامع كده عشان قاطر آآ تمسك جدا معاكي وما تقعش بسهولة هتبدأ ان انت بقى تحطيها بالشكل ده كده جنب الدش بتاعك او جنب الحوض لو انت ما عندكيش الصبانة في الحمام آآ دي بديل حلو جدا للصبانة اللي بنحط عليها الصبون بتاعنا ده بيكون شكلها وبتبدأ ان انت تحطي عليها الصبونة عادي خالص وبتاخد الشغل بتاعك والصبونة بتبقى موجودة جنبك بالشكل ده فكرة بجده هيلة جدا جربيها هتعجبك وهتسهل عليك كتير لو انت ما عندكيش صبانة